حتى برضو فريدة بتقول انها ولدت مرتين وممكن الناس كتيرة جدا بتعاني بقى من بعد الولادة فعلا بتلاقي البطنة بتخاف تحمل اصلا عشان المشكلة دي بالزيت فهي بطنة تراهلت وبتقول تعمل ايه في التراهل ده هل لو عملت عملية هيبان لها اي اصال طيب من نسبة لفريدة من الشرح كده ان احنا هنحتاج نعمل عملية شفط للدهون وشد البطن طبعا بعد مع الحمل بيحصل تراهل في الجلد بناس كتير احنا للأسف معظمنا ما بنشربش ميا كتير الانستيستي بتاعت الجلد بتاعتنا مش حلوة قوي خصوصا لو احنا زدنا كمان في اسناء الحمل يعني اكتر من 15 او 20 كيلو فطبيعي الجلد ده هيروح فين مع ان احنا طبعا التراهل بيزيد ان انا مع الحمل عضلات البطن نفسها بتضعف يعني احنا هنا في فيديو بيوضح احنا ايه المفوض اللي بيتعمل في عملية شد البطن تمام ان احنا مفوض بنعمل شفط وبعين بنعمل اصلاح للعضلات لان انا طبعا مع الحمل بيحصل ضعف في العضلات فتلاقيين حتى تتوليكي انا تلاقي لي كرش حتى القيصري كمان بيعمل العضلات بالزفط كده تمام وبعد ما بنعمل اصلاح للعضلات بنشد الجلد تمام والجلد الزيادة او تراهل الزيادة دوت بيتقص خلاص ويبقى عندنا مكان الجرح ناس كتير بتاعة خايفة منه مكان الجرح بيقى في نفس مكان الجرح بتاع القيصري تحته خالص ما بيقاش بين الهدوم يعني زي من سميه في الفيكيني لاين فما نقلقش خالص من حكايته اللي هو مكان الجرح هو الرئي بيبقى فيه هو نفس محسن بالزبط هو اللين بتاع القيصري هو في نفس اللين بتاعها بالزبط طيب اشتركوا في القناة